خمس معارك ملحمية التقطتها الكاميرا بين الحيوانات البرية مرحبا بكم متابعين الكرام في فيديو جديد من قناة عالم المعرفة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديدنا نتعلم من الطبيعة كل يوم درسا جديدا وهذا ما يجعلها مميزة لذا سنعرض عليكم اليوم خمس معارك ملحمية صارت بين حيوانات برية سنجاب ضد أفعى إن السناجب حيوانات فضولية وتمتلك الشجاعة الكافية للاشتباك مع أفعى لحماية منطقتها فتعتمد على سرعتها والهجمات المراوغة في مناوشاتها فندرك حجم العدائية والرحمة في عظها للجزء الليهني للأفعى يبدو أن هذا سنجاب قد اعتاد على مثل هذه المناوشات الصغيرة ولكن الهيبة في عالم الحيوانات تكتسب فقط بالقتل سواء لحماية المنطقة أو صغارها أو حتى للنجاة وحماية نفسها فمن دون أدنى شك ستتغير نظرتك نحو سناجب بعد هذا الفيديو دب ضد دب قد تتناوج الدبابة عادة مع بعضها البعض وفي معظم الأوقات للهيمنة في فترة التزاوج أو للحفاظ على منطقتهم إن الدبابة حيوانات ضخمة وتتمتع بقوة عضلية كبيرة وبالتالي فمنواجات من هذا الصنف قد تسبب إصابات جدة وقد تكون مميتة في بعض الأحيان قد يصل وزن الدب البني إلى 680 كيلوغرام وهذا ما يجعله واحدا من أذخم الحيوانات المفترسة على وجه الأرض كما أنه يتمتع إلى جانب ذلك بحاسة قوية للشم وسرعة وخفة كبيرتين فمن المعروف أنه يمكنه هزمة حصان على بعد مسافة قصيرة تشاهد الآن دبيا كودو قرر تقييم قوته مع أطول حيوان في كلا حديقة الحيوان والعالم كله ربما لم يرحب بفكرة أن الزرافة هي الحيوان المفضل لدى العامة أو ربما تخطت الزرافة حدود منطقتها الصغيرة لذا حاول تصحيح الوضع في مناوشات صغيرة بينهما إضافة إلى حقيقة ذباء الكودو كان قليل العدد فلم يتحصل على القدرة الكافية من الانتباه زيادة إلى ذيق مساحة مجالهم لكن الفكرة تكمن في احتمالية اشتراك صنفين للمنطقة نفسها أو المزاج العدائي لهذه الحيوانات بعد فترة التزاوج أو ربما لانفصال الضبي عن قطيعه حدثت هذه الحادثة الطريفة والغريبة في متنزه ذي الجايمر في لندن حيث تقطن الطيور البجعة فعندما شعرت هذه الأخيرة بالجوع قررت إحداها أن تملي نفسها بعشاء من الحمام وهو ما كان تصرفا طبيعيا لمثل هذه الطيور أولت باستطاعتها التهام البط والأسماك الكبيرة حتى تمدد الكيس الجلدي أسفل منقار البجعة لدى محاولة الحمامة للهرب وهو ما بدى للسياح كمحاولة يائسة أمام الجوع الذي فاز بكل بساطة أرنب ضد أفعى قامت أفعى شريرة بمهاجمة صغار أرنب في وكرهم لا علم لنا بمحل بالصغار ولكن الأرنب العم وصلت للموقع في غضون لحظات وبسخط هجمت الدخيل فورا رغم عدم امتلاكها لأي تقنيات أو مهارات هجومية لبعادها عن وكرها وانتهت المعركة بطريقة مثالية وعلى نحو فعال جدا بالرغم من الخسائر التي تعرضت لها الأرنب لكن هذا هو قانون الحياة الذي علينا تقبله نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة نراكم بالفيديو المقبل